أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين هذه الآيات الكريمات التي سمعناها أيها الإخوة لها اتصال بما سبق ذكره في الدرس الأول من أصناف الخلق وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أصناف ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين وفي هذه الآيات في بدايتها يدعو الله تبارك وتعالى عباده جميعاً إلى الطاع وإلى عبادته سبحانه وتعالى فلم يخص المؤمنين هنا بهذه الدعوة وإنما عم بها جميع الخلق ولهذا ابتدأها بقوله يا أيها الناس وهذا يشمل المؤمنين والكافرين والمنافقين يشمل جميع البشر يا أيها الناس فهي دعوة للجميع لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته حتى لا يقال إن الله سبحانه وتعالى كتب الشقاء على بعض فئات الخلق فلم يأبه بهم الله سبحانه وتعالى دعا الخلق جميعاً إلى طاعته وعبادته وهذا هو الأمر الذي ابتعث به الرسل وأنزل من أجله الكتب وشرع الشرائع هذا هو الأمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكل ما في الكون وكل ما جاء بعد ذلك من إنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان التشريعات كله من أجل إقامة عبادة الله تبارك وتعالى ولهذا اتجه الخطاب هنا إلى الناس كافة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي هذا تذكير بأمر يقر به الخلق وهو توحيد الربوبية من ربكم؟ من الذي خلقكم؟ الأصنام؟ الأزلام؟ الملائكة؟ البشر؟ من أمثالكم؟ من الذي خلقكم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وتوحيد الربوبية هذا هو نوع من أنواع التوحيد وقد أقر به حتى المشركون وحتى الكفار ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخبراً عنهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم معترفون بهذا الأمر فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الأمر الذي يقرون به وهو أن الله خلقهم وأن الله خلق الذين من قبلهم منذ أن خلق آدم عليه السلام وما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو الخالق وهو الرازق يعلمون هذا من أنفسهم ويستيقنون به ولذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم هذا هو جزاء الإحسان أن الله أحسن إليهم خلقهم ورزقهم أنهم يطيعونه أنهم يعبدونه لعلكم تتقون لعل هنا للترجي ولكنها في حق الله تبارك وتعالى في حكم الوعد الصادق ومن أصدق من الله قيل الله سبحانه وتعالى رتب التقوى التي هي مفتاح دخول الجنة على عبادته وطاعته ثم يذكرهم ربهم بعد ذلك بقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا وهذا أيضاً يقرون به لا يمكن أن يتصور أحد أن هذه الأصنام هي التي خلقت ولا أن هذه الأجرام الكونية وما هو موجود في السماء والأرض وما بينهما أنه خلق نفسه إلا من لا يؤبه به يقول إنها خلقت نفسها هذا كلام لا يقبل به العقلاء فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض فراشا مهدها وسواها وأودع فيها من وسائل الرزق وسائل الراحة وسائل العيش شيء الكثير الأرض مسواها ممهدة صالحة للاستقرار عليها وفيها أيضاً من المخلوقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى لمصلحة البشر الحجارة هذه التي في الجبال هذه لمصلحة البشر هي أوتاد ثبت الله سبحانه وتعالى بها الأرض وهي أيضاً يستفاد منها الخلق يقتطعون منها ما يبنون به مساكنهم وكذلك التراب هذا التراب هذا سواء أكان صالحاً للبناء من نفسه بأن يخلط ويعجن ويجفف ثم يبنى به أو أن تستخلص منه مواد للبناء للبناء كالإسمنت والجس وغيرها كل هذا موجود في الأرض وأيضاً موجود في الأرض كل أسباب الرزق الأرض هذه تنبت النبات بإذن الله فيها الخضار وفيها الفواكه وفيها الأشجار الضليلة وفيها أشياء كثيرة جداً وفيها الطعوم وفيها الألوان وفيها الروائح والأزهار كل هذا خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه الله وأعطاه للخلق دون أن يكون لهم عليه منه أو أن يكون لهم عليه فضل هو منه المنة والفضل منه سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء نحن لا نرى في السماء البناء لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنها مبنية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون السماء مبنية بناء محكم هذه القبة الزرقاء التي تعلونا ننظر إليها ولنعرف كيفية هذه التفاصيل هذا بناء محكم قدره الله سبحانه وتعالى وأيضاً أنزل من السماء ماء السماء ما هي في اللغة السماء كل ما علاك فهو سماء يعني كل ما كان فوقك وارتفع فهو سماء والسماء كما تطلق على هذا الجرم الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى تطلق أيضاً على ما دونه مما خلقه الله تبارك وتعالى ومنه السحاب السحاب أنزل من السماء ماء يعني من السحاب وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السحاب وهو الذي أنزل منه الماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم المطر هذا الذي ينزل شيء واحد ولكن من حكمة الله وقدرته ورحمته بعباده أن أخرج من هذا الماء الذي ينزل على أرض واحدة أن يخرج منه طعوماً كثيرة وأشكالاً متعددة وألواناً كثيرة كل هذا يخرج من الماء هذا الذي ينزل من السحاب وتتلقاه الأرض ثم بعد ذلك يخرج ألواناً متعددة هذا كله لتذكير الخلق بشيء يعرفونه ويعهدونه يقرون أن الله هو الخالق الرازق ويعرفون أن النبات هذا إنما يأتي من المطر فالله هو الذي ينزل المطر أخرج به من الثمرات رزقاً لكم هذه الثمار وكل ما ينبت في الأرض وكل ما يخرج بسبب المطر كله من رزق الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون إذا كنتم تعلمون هذا كله وأنه لا يمكن أن يوجد من يخلقه ولا من يدبره ولا من يوجده ولا من يوسره لكم إلا الله فأنتم مطالبون بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى الآية الأولى في السورة الآية الأولى في السورة الآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه الإشارة كما قلنا للبعيد تدل على التعظيم الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه الخلق إلى عظمة هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه مقطوع به متيقن منه ثم هنا جاء يثير هذا الموضوع وإن كنتم في ريب مما نزلنا يعني إذا لم توقنوا ولم تصدقوا ولم تعملوا بهذا الكتاب الذي قلنا لكم عنه إنه الكتاب الذي لا ريب فيه فأتوا بسورة من مثله إن كنتم في شك فما عليكم إلا أن تأتوا بسورة من مثل هذا الكتاب والتحدي هذا يا أيها الإخوة جاء للخلق جميعا ولقريش خاصة قريش ثم العرب على سبيل الخصوص لماذا؟ لأن القرآن هذا هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكل نبي بعثه الله جعل وكل رسول أعطاه معجزة تتناسب مع الزمن الذي وجد فيه مع الزمن الذي وجد فيه فموسى عليه السلام بعث في بيئة كثر فيها السحر وتعددت أنواعه وظهرت مهارات السحرة بشكل كبير في ذلك المجتمع مهارة السحرة حتى ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فأصبحت هذه العصي والحبال حيات تمشي قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أعظم شيء في هذا الفن فن السحر الذي كان في زمنهم جاءوا به لأنه كما ورد في القرآن أنهم قالوا لفرعون من حوله فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر أو سحار عليم فجمع السحرة وجاءوا بهذا السحر العظيم فموسى عليه السلام جاءهم بالعصى بأمر الله سبحانه وتعالى أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ابتلعت هذه الحيات وهذه الهوام التي خيل للناس أنها حقيقة فلما رآها السحرة أيقنوا أن هذا ليس من السحر هذا ليس من السحر فما وسعهم إلا أن سجدوا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وأبو عيسى عليه السلام بعث في بيئة كثر فيها الطب وظهرت مهارات الأطباء بشكل كبير في تلك البيئة العلاج وأصناف الدواء لكن عيسى عليه السلام أعطاه الله من المعجزات ما لا يمكن أن يصل إليه علم الأطباء ولا خبرته عيسى عليه السلام كما هذا الذي لا يسمع يمسح عليه والأبرص فيزول عنه ويحيي الموتى بإذن الله كيف يستطيع الأطباء أن يفعلوا ذلك هذه معجزة كل نبي معه معجزة كبرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معجزته الكبرى هذا القرآن لماذا كان هذا المعجزة الكبرى لأن من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في غاية الفصاحة وقوة البيان والبلاغ لا يساميهم أحد لا يصلوا إلى مرتبتهم أحد فجاءهم هذا القرآن أعجزهم عن معارضته لماذا يكون هذا الإعجاز الله سبحانه وتعالى لماذا يمتحن الخلق بهذا الإعجاز حتى يذعنوا حتى يعلموا أن هذا ليس من صنع الخلق حتى يعودوا فجاءهم هذا القرآن بهرهم ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة وهذا التحدي ورد في القرآن الكريم في مراحل ثلاث مرحلة تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله أن يأتوا بقرآن مثله من صنع البشر وما استطاعوا فتحداهم الله بعد ذلك أن يأتوا بعشر سور قالوا مفترى إن هذا إلا قول مفترى قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ما استطاعوا هنا قال فأتوا بسورة من مفتريات سورة واحدة وهذا يصدق على أصغر سورة في القرآن الكريم أصغر سورة ما هي؟ سورة الكوثر ثلاث آيات يعني غاية التحدي فما استطاعوا ولذلك بهروا بالقرآن مع كفرهم وضلالهم ومحاربتهم للرسول عليه الصلاة والسلام وعملهم على صرف الناس عنه وتخذيلهم عن الاتحاق به إلا أنهم كانوا مبهورين بهذا القرآن بهروا به كما ذكرنا في دروس سابقة أن كبراءهم الذين كانوا يتزعمون صرف الناس عن رسول الله وإذاءه وشتمه وتكذيبه كانوا يأتون إلى بيته في جنح الليل في الظلام يستمعون إلى قراءته بهروا بهذا القرآن لكن كما يقول الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عندما قرأ على بعض كبرائهم سورة صاد ووصل إلى بعض الآيات فيها ووضع يده على فم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يكمل الآية حتى لا يحل بهم العذاب الذي حل بمن شبقهم هذا كله يعني دليل على أن هذا القرآن من عند الله الله سبحانه وتعالى قال في بداية السورة ذلك الكتاب لا ريب هنا قال إن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إذا جئتم بسورة اذهبوا إلى من شئتم من يحضركم من هؤلاء الأنداد ومن هذه الأصنام ومن هؤلاء المعبودين اذهبوا إليهم إن كنتم صادقين لكن هذا الكلام لم ولن يتحقق وهذا التحدي ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فحسب بل هو قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن هذا القرآن هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طيب إذا عجزوا عن هذا التحدي ما استطاعوا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يقينا أنكم لن تستطيعوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين هذا تلوين في الخطاب سابق دعوة وتحبيب لكن هنا تهديد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة نار هذه ليست كنار الدنيا ليست كنار الدنيا وقودها الناس والحجارة هذه نار الدنيا وقد عليها بالحطب لكن نار الآخرة وقودها الناس والحجارة الحجارة عندنا في الدنيا ما يوقد بها ولكن ذكر بعض علماء التفسير من التابعين أن الحجارة التي يلقى بها في جهنم من نوع الكبريت تكون أشد اشتعالاً وأنتن ريحاً ريحة منتن جداً يعني والناس هؤلاء الذين يلقون فيها والعياذ بالله هذا تهديد إذا تبينت لكم الآيات وظهرت لكم الدلائل فلم تقبلوا بها وتحداكم القرآن فلم تفعلوا ولن تستطيعوا أن تفعلوا وإذا ما بقي إلا أن تهددوا خشية من النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هذه مصير الكفار النار مصير الكفار والكفار جنس يدخل فيه كل أنواع الكفار الجاحدين ويدخل فيه المنافقون كما ذكرنا في الدرس الماضي المنافقون من الكفار صنف لأنهم لم يؤمنوا بالله وإن أظهروا هذا على ألسنتهم لكن قلوبهم غير متقبلة له ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهذا أيضا فيه حث للمؤمنين المؤمنين هؤلاء المؤمنون الله سبحانه وتعالى دعاهم للإيمان وفيه تحذير لهم أيضا من مصير الكافرين من لم يؤمن بعد أن تبينت له كل هذه الآيات فإنه يخشى عليه من دخول النار قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين هذا بصيغة الماضي يعني في الماضي جهزت وخلقت والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار فقوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين وفي الجنة قال أعدت للمتقين دليل كما قال العلماء رحمهم الله على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان موجودتان الآن الجنة والنار أعدت مجهزة تنتظر من يدخلها أجارنا الله وإياكم من النار قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما تقدم جزاء الكافرين والمعاندين والمتشككين لكن هنا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كفار موعدهم جهنم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليس في قلوبهم رحمة بهؤلاء المعذبين وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون بقى فيها خلود في النار والعياذ بالله لهؤلاء لكن هؤلاء الذين آمنوا قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات البشارة عادة ما تكون في الشيء المفرح حسن وإذا كانت في غيره كما ذكر الله تبارك وتعالى قال بشر الكافرين بشرهم بالعذاب تقترم بالعذاب لكن هنا عندما قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني بهذا الأمر المفرح الأمر الحسن ما هو دخول الجنات هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار هذه الجنات فيها ما لا عين رأت كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاح ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها أشياء ذكرت ذكرت فيها أعناب فيها عسل فيها ماء فيها أشياء كثيرة وطلح منضود وظل منضود لكن فيها أشياء لم تذكر لم تذكر لا في حق عامة الخلق ولا في حق النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مع كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى وما وعده به هو من فضل الله سبحانه وتعالى والله قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى في الآخرة فيه شيء لم يذكر لك ولسوف هذا في المستقبل ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لكن حتى المؤمنون حتى المؤمنين أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يعطيهم أشياء كثيرة لا تدخل في تصور الإنسان في هذه الدنيا لا تدخل في تصور البشر حتى الأشياء المذكورة الأشياء المذكورة الأعناب والرمان والنخيل والعسل والخمر والماء هذه مذكورة في الدنيا لكن كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الآخرة من الدنيا إلا الأسماء رمان رمان ماء ماء خمر خمر عسل عسل عنب عنب لكن لا مقارنة ولا تشابه العلاقة في الإسم فقط في الإسم فقط وهنا يقول بعض العلماء إن هذا له حكم من الله تبارك وتعالى يعني لماذا لم يعطهم الله تبارك وتعالى كل شيء في الآخرة يعطيهم شيئا جديدا لا يعهدونه لأن هذا فيه تأنيس الآن الإنسان إذا قدم على بلد وهو لا يعرف هذا البلد لكن رأى شيئا يعرفه رأى فاكهة يعرفها في بلده رأى خبزا يعرفه خبز يأكل خبز فاكهة عنب رمان نخيل فهذا فيه نوع من التأنيس أنه يأنس يأنس لهذا الشيء ويأتيه بعد ذلك من فضل الله أشياء لم يعرفها ولم تدخل في باله وفيه أمر آخر أيضا هو دلالة على قدرة الله تبارك وتعالى أنه تشابه في الإسم لكن مختلفة مختلفة تماما ثمرات يعني منها فيها من الثمرات ما لا يوصف رمان مثل الرمان في الإسم لكن في طعمه مختلف مختلف وبعد ذلك أيضا في كل مرة هذا الشيء الذي يقدم لهم والشيء الذي ذاقوه في المرة الأولى يأتيهم بطعم مختلف يعني إذا قدم لهم الرمان مثلا أو العنب أو العسل ذاقوه واستحسنوه فقدم لهم مرة أخرى حملوه على أنه مثل النوع الأول فتقول لهم الملائكة لا هذا طعم مختلف فيأخذونه على أنه عسل على أنه رمان على أنه عنب لكن يجدونه بطعم آخر مختلف في كل مرة يجدد لهم هذا من فضل الله تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي أكلنا في الصباح أكلنا بالأمس لكن مختلف قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها يعني يقدم لهم يشبه ما سبق تقديمه لكنه مختلف في طعمه وفي لذته ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يعني مع كل هذا النعيم وكل هذه الأنهار الأنهار هذه ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها قال لهم فيها نهر من عسل ولا نهر من خمر قال أنهار تشمل ماذا تشمل أنهار الماء وأنهار الخمر وأنهار العسل كلها لهم فيها أنهار لهم فيها تجري من تحتها الأنهار هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى الآن الناس في الدنيا إذا احتاجوا إلى العسل مثلا على سبيل المثال يأخذون منه كمية معينة وربما يكون هذا في نظرهم شيئا كثيرا إن أخذوه غذاء أو أخذوه دواء لكن في الآخرة وبقدرة الله سبحانه وتعالى يجري العسل هذا أنهارا وبطعوم مختلفة لا تشبه طعوم ما في الدنيا ثم يأتي بعد ذلك نعيم أكبر أيضا الأزواج وهذا فيه دلالة على ماذا على نعمة الأزواج حتى في الدنيا نعمة الأزواج وهذه هي التي امتنى الله بها على عباده خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا يكتمل هذا النعيم إلا بوجود الأزواج بوجود الأزواج في الآخرة لكن أزواج الآخرة وأهل الآخرة أهل الجنة مختلفون في طباعهم وفي نفسياتهم وفي أخلاقهم عن أهل الدنيا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقرجي وهؤلاء الأزواج الأزواج في الآخرة في الجنة أزواج المؤمنين في الجنة على صنفين صنف ورد ذكره كثيرا في القرآن وهم الحور العين الحور العين ومن أوصافهم أشياء كثيرة جدا أوصاف الحور العين الجمال والتناسق وكونهم في سن واحدة وكنهن أبكارا كلما جاءها زوجها واستمتع بها وعاد إليها وجدها بكرا كأنها لم تمس لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني وصف الحور العين شيء وللمؤمن في الجنة أعداد من الحور العين هيب من الله سبحانه وتعالى ما يقال لماذا لا يكون يعني يخشى من الغيرة بين الأزواج هؤلاء لأن هذا في الدنيا أما ما في الآخرة فهو أمر مختلف ونزعنا ما في صدورهم من غل ما في غل ولا حق ولا حسد ولا تباغد ولا تدافع بل أخوة ومحبة ونعيم وتزاور وتجاور الصنف الثاني ما هو الصنف الثاني هم أزواج الدنيا أزواج الدنيا أزواج المؤمنين في الدنيا إذا كنا في الآخرة مع أزواجهن من أهل الإيمان ومن أهل الجنة أفضل من الحور العين أفضل من الحور العين وهذا فيه دعوة لنساء الدنيا أن يجتهدنا في الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وأن يطعنا الله ورسوله ومن طاعة الله ورسوله طاعة الأزواج وأن يحسن في عملهن وأن يقمن على تربية أولادهن وأن يفعلنا كل ما يقربهن من الله تبارك وتعالى هذا كله رجاء أن يكون من أهل الآخرة في الجنة طيب ما الدليل على أنهن أفضل من الحور العين قوله تبارك وتعالى إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لأَصْحَابِ الْيَمِينَ شَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً يعني خَلَقْنَاهُنَّ خَلْقًا آخر غير ما في الدنيا في الدنيا هذه جميلة وهذه دميمة وهذه قصيرة وهذه طويلة وهذه لونها كذا وهذه وهذه لكن في الآخرة أنشأناهن إن شاءًا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لأَصْحَابِ الْيَمِينَ هذه من كمال النعمة ولذلك لا تحاسد ولا تباغد لا تغار هذه الزوج من الدنيا من الحور العين ولا يغرن منها وكلهن في نعيم مقيم وهذا كله من السعادة التي أضفاها الله تبارك وتعالى وفتحها ويسرها وهيئها لأهل الجنة يعني القضية أن الإنسان يحرص على السعي إلى ما يقربه من التقوى كما أمر الله لقال لعلكم تتقون لأن هذه التقوى هي مفتاح الجنة فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهداه الله ووفقه وأصبح من المتقين بشره بعد ذلك بكل ما يعني ورد من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كل ما يسبغه الله تبارك وتعالى بعد ذلك على أهل الجنة من النعيم والفضل يكسون أيضا ويعطون ويزاد لهم في ما وهبه الله تبارك وتعالى لهم في الجنة أشياء كثيرة جدا يعني النفس الإنسانية في الدنيا تتمنى الاستكثار استكثار من المتاع من الأراضي من الدور من المقتنيات ولكن هذا قد يكون مشغلا للإنسان وقد يؤذيه وقد يتعبه وقد يفتنه وقد يبعث عليه شقاء الدنيا بحسد الناس له وأذيتهم له لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى نزع هذا كله من قلوب أهل الإيمان أهل الجنة ووعدهم الخير والبركة في هذا الجو النعيم ورؤية رب العالمين في الجنة أعظم شيء يحصلون عليه لكن الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لكن أعظم شيء في الآخرة رؤية الله تبارك وتعالى وبعد رؤية الله يكسون من حلل البهاء وينثر عليهم من الطيب ويعطون من ما لا يخطر ببال أحد يعطون الشيء الكثير هذا في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام أكد للمؤمنين أنهم سيرون ربهم يوم القيامة هذه أعظم شيء أن يرى المؤمن ربه في الدنيا غير ممكن هذا ولذلك موسى عليه السلام موسى عليه السلام كليم الله الأنبياء كلهم كلمهم الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب أو بواسطة الملائكة بواسطة جبريل عليه السلام لكنه كلم موسى عليه السلام كفاحا مباشرة ذلك هذه موسى يقال له كليم الله يعني من كلمه الله مباشرة لكن موسى عليه السلام بعد هذا رمع في أن يرى ربه وهذا ليس أمرا يعني تأباه العقول ولا يأباه الدين في الأصل في الأصل أنه يريد أن يرى ربه ليزيد يقينه واطمئنانه ماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال لن تراني في الدنيا مستحيل أن يرى العبد ربه على الحقيقة لكن أعطاه الله سبحانه وتعالى مثلاً يسيراً حتى يستيقن أن هذه الرؤية غير ممكنة قال ولكن انظر إلى الجبل جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فنظر موسى إلى الجبل فتجل الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل فدك الجبل جبل دك طيب هذا بالنسبة وخر موسى صعقا موسى لما رأى هذا أغشي عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مهم يعني هذا مثال لموسى إذا كان هذا الجبل الصخر الأصم لم يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى فكيف بك أنت البشر الضعيف المسكين في خلقتك وفي بنيتك لكن في الآخرة رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة وهي من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترون القمر ليلة البدر؟ يقول لأصحابه هل تضامون في رؤيته؟ يعني القمر عندما تكون السماء صحواً ويكون الوقت ليلة منتصف الشهر اكتمال القمر البدر يعني الإنسان لو نظر إليه هل يشك في أن هذا هو البدر؟ لا يشك واضح ظاهر لا لبس قال لا تضامون فإنكم سترون ربكم النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فالمؤمنون يرون ربهم يتجلى لهم سبحانه وتعالى وبعد ذلك ينثر عليهم من أنواع الطيب والخير والبركات والهبات الشيء الكثير كل هذا في الجنة وهذا كله لماذا؟ هذا يذكر لماذا؟ من باب التشويق تشويق للجنة الجنة ألا إن سلعة الله غالية كما يقول النبي آس ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الجنة تحتاج إلى عمل تحتاج إلى عمل لا تدرك بالتمني ولا بالأمان ولا تحصل بالوراثة هذا يعني الولي فلان وهذا ابنه وهذا هو صاحب المقام ما تأتي المسألة بها كذا لا بد من العمل العمل هو الطريق الذي يوصل إلى هذا المقام ولذلك الله سبحانه وتعالى قرن العمل هنا بالإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد مع الإيمان من العمل فيه استثناءات من هذا حصلت لبعض أناس هذا من فضل الله سبحانه وتعالى فيه بعض الناس آمن ولم يعمل شيئا لم يعمل خيرا ودخل الجنة صحابي آمن بالرسول فقام الجهاد فدخل في الجهاد فقتل ما عمل شيئا لكنه دخل الجنة دخل الجنة دخل الجنة مع أنه لم يعمل خيرا ما عمل شيئا هذا استثناء لكن الأصل أنه لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير هذه النار التي وعدها الله سبحانه وتعالى الكافرين قال أعدت للكافرين هذه مصير الكافرين لكن فيه من المؤمنين من أهل الإيمان من يدخل النار والأياذ بالله لكنه لا يكون يعني مخلدا فيها من هم هؤلاء هؤلاء الذين آمنوا وحصلت لهم بعض الذنوب كبائر الذنوب التي توجب لهم دخول النار يدخلهم الله النار يعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يخرجون منها بفضل الله سبحانه وتعالى فالنار لم تعد لهم وعدت للكافرين لكن هؤلاء لهم طريق عليها لأنهم ارتكبوا بعض هذه المخالفات فالذي يريد أن يذهب إلى الجنة مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى ما عليه إلا أن يتقي الله وأن يستكثر من هذه الأعمال الصالحة وأن يستقيم على أمر الله حتى يسلك سبيل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة ممن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله وكرمه بدخول الجنة لأن دخول الجنة هو أسمى المطالب فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفوز العظيم ما يأتي أحد يقول لا أن يحصل الإنسان على مراده أن يبلغ كذا أن يتزوج منك لا هذا كله زائل أعظم المطالب أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة هذا هو أعظم مطلب وهذا هو النجاح التي ليست بعدها نجاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن ينزل نصره وتأييده وتمكينه ورحمته على إخواننا في غزة وفلسطين إنه على كل شيء قدير اللهم انصرهم بنصرك اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أهلك أعداءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وصن حرماتهم ومكنهم في أرضهم يا رب العالمين اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب اهزم هؤلاء الظالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالب بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشتركوا في القناة وفي قناة اشتركوا في القناة وزوج رحب بحضورات وكل perhaps واجاركم اشتركوا في القناة سق樣